يعني مجال حضرتك طبعاً فيه خطورة، أكيد فيه عنصر خطورة تحكي لي كده عن موقف صعب وحضرتك مرد دي مش محضره بس يعني هفكر يطلع أنا بحبت الحضرتك طبعاً بجأة دي لا هو الخطورة في المجال إن إحنا أو الدقة في مجال الفضاء دقة تكون تكاد يعني زيرو خطأ لأن لو هناخد مثال للطيار اللي هو طيار الطيارة بمعارك كاب الغلطة بتاعة الطيار فيها أرواح ناس في نفس الوقت برضو غلطة المتحكم في مركبات الفضائية فيها إما أرواح ناس اللي هم موجودين في الفضاء أو في نفس الوقت أرواح الحاجات اللي هي محطوطة معمولة بالبلايين في الفضاء لأن برضو اشتراك الدول مع بعضها مش علشان هما عايزين يعني اللي يوجه مثلاً ناسا أمريكا وروسيا إن هما يشتركوا مع بعض مش علشان بيحبوا بعض وعايزين يشتركوا مع بعض ويحطوا ديهم في بعض لكن علشان التكنولوجيا نفسها علشان تتكمل محتاجة نولج من عندهم ومحتاجة نولج من هنا ومحتاجة فلوس من هنا ومحتاجة فلوس من هنا علشان نعرف نكمل مشروع فضائي فمشروع الفضائية دي بتبقى دايماً باهزة السمن وفي نفس الوقت بتبقى دايماً محتاجة تكنولوجيا عالية جداً فبناء عليه بنبدأ إن يحصل اشتراكات دولية منتحد بقى بين الدول عشان نقدر بزبط عشان نقدر نتكامل في مشروع فضائي يعني طب إحنا شايفين صور كده عايز حالك تعلق لي على الصور دي أمتى وبين دا كان في تدريبات في باصم باصم دي هي مدعمة من وكالة ناس الأمريكية على بدلة رائد الفضاء نفسه بدلة رائد الفضاء دي بتبقى زي معزولة هي زي مركبة فضاء حد ذاتها لأن انت بتبقى جوة معزول انت مش سامع اللي بره خالص الهواء اللي بيخش لك مش يعني بأجهزة معينة بسيركوليشن معينة وفي نفس الوقت أكتر حاجة بتتضرب عليها اللي هي الجلوف بتاعتك علشان تقدر أن انت تتحكم في المركبة نفسها دا رائد فضاء فرنساوي دا بيجو يعني بيجو الأول يتضرب في وكات الفضاء وكات الفضاء الألمانية دا التدريب يعني بالضبط والصورة اللي فوقيها دي وهو فوق في محط الفضاء الدولية دي الصورة اللي فوق دي في الاي اس اس نفسها دي يعني على الصورة دي دا ايه بقى دا دا عبارة عن لو شفت حضرتك فيه هناك خالص بس انا معرفش فيه أحمد فريد مكتوبة بالإنجليزي وفوقيها في ليتولت دا اللي هو أول واحد هو أول أسترناوت أو أول رائد فضاء طلع حط أول واحد حط المركبة الأوروبية في محط الفضاء الدولية وتحتها اسمي دي زي لوحة شرف للناس اللي اشتركوا في عمل الجزء الأوروبي في محط الفضاء الدولية لما حتى قالوا لكل واحد هيمضي الامضة بتاعته ويكتب الاسم بتاعته حلوة قوي دا حتى لما ماضيت رسمت أهرامات علشان تبقى الامضة أحمد فريد أه ولكن هي جاية من ناحية الأهرامات بحس ان احنا نبقى عارفين ان الأهرامات دخلت هنا البصمة هنا لازم البصمة موجودة وفي نفس الوقت دي لوحة شرف هي طبعا أنا المصري الوحيد اللي موجود هناك فكان برضو حاجة بالنسبة لي يعني حاجة مخيفة طبعا مخيفة جدا حاجة مخيفة يعني بس ما شاء الله على حضرتك يعني طب هيكت ايه مساهمة حضرتك في الموضوع ان انا بشتغل في الجراوند ان انا بتحكم في الجزء الاوروبي في محاطة الطاقة الدولية دا دا الشغل بتاعي وفي نفس الوقت الشغل دا مش يعني هو بس مش القبول في الشغل نفسه ولكن بعد ما بتخش الشغل نفسه بتتدرب حوالي سنة تقريبا علشان تقدر تدوس على اي زرار موجود لان بتقعد سنة كده بس ما كان متدرب مش من حقك ان انت يعني الكلام دا برضو من 13 سنة تقريبا يعني انا بقى لي 13 سنة في المجال ما شاء الله يعني مش من حقك خالص ان انت تلمس اي حاجة لغاية ما عشان الحاجات يعني اي حاجة ممكن ت طبعا مصائب يعني فبالزبط مصائب السودة فبالزبط كل واحد ليه التخصص بتاعه